سبع الخير مسلمين الكرام تحية طيبة لجميع في عدد هذا اليوم من ضيف الصباح أسعد باستضافة الدكتور أحمد ميزاب الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية سبع الخير دكتور بشكرا لتلبية الدعم سبع الخير تحية طيبة إليكم وإلى مستمعي إدارة الجزائر شكرا لك دكتور سأكون دائما سعيدة بمحاورتك بكل صدق دكتور أحمد ميزاب بينما يستنفر العالم بأسره قواته لمكافحة فيروس كورونا يتنامى القلق بشأن التحديات الأمنية في القارة الإفريقية الصومال أزمة ليبية في الأزمة في مالي الاعتداء السافر لنظام المخزن على الشعب الصحراوي صاحب الحق الآن في ذل تعدد هذه المستجدات على الساحة الإقليمية خاصة بعد إدخال نظام المخزن للكيان الصهيوني ضمن المنظومة المغاربية هل تغيرت المخاطر التي تهدد منطقتنا المغاربية والأمن الإفريقي عامة؟ هو في الحقيقة أولا علينا أن نحدد طبيعة المخاطر وطبيعة التحديات التي تعرفها القرى الإفريقية باعتبار أولا أننا نشاهد مخاطر مركبة وكذلك تحديات متشابكة من حيث تدخل الصراعات وطبيعة هذه الأزمات يضاف إلى ذلك تعقد المشهد الأمني من خلال قراءة هذه الأزمات التي تعرفها القرى الإفريقية وهذا ما يستوجب علينا أن نحدد من خلالها خارطة هذه الأزمات باعتبار أن القرى الإفريقية اليوم هي أولا قرى مخترقة قرى كذلك تعيش مجموعة من الأزمات التقليدية التي طال أمدها والتي تحولت إلى أزمات متعددة الأبعاد يضاف إلى ذلك أن اليوم لا نقول فقط إدخال الكيان الصهيوني إلى المنطقة بل أكثر من ذلك اختراق الكيان الصهيوني للأمن القومي المغاربي بشكل أساسي ومحاولاته كذلك في العقد الأخير اختراق القرى الإفريقية والتوطير كذلك أقدامه في القرى الإفريقية من خلال مجموعة من الصفقات التي لها علاقة بالجسسة من خلال منظومات الاتصال لعديد من الدول الإفريقية فبالتالي نحن نتحدث اليوم على تحول فيما صار الطبيعة التحديات وأخذها منح تصعب ناهيك حينما نتحدث كذلك على مسألة التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة التي كذلك تأخذ أبعاد كبيرة وحتى كذلك بلغة الأرقام من خلال قراءة التقارير الدولية كسواء كان مؤشر الإرهاب العالمي الذي قدم مجموعة من المعطيات للنوع ما التي تثير القلق من خلال كذلك رصد تحركات هذه الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة وأودت نشاطها بشكل مؤثر وبشكل كذلك ملحوظ يضاف إلى ذلك تحرك الدول التي كان دائما تتورت في تمويل هذه الجماعات بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة وهو ما هو مدان من خلال اللوائح الصادر على الأمم المتحدة ما يعطينا بأننا أمام وضع أمني سياسي اقتصادي في القرى الإفريقية ناهيك عن الوضع الصحي كذلك من مخلفات جائحة كوفيدا 19 معقد متشابك وكذلك بمقاييس تثير القلق وتدفع إلى ضرورة التحرك من أجل بلورة مقاربة إقليمية تسهم في تخفيف من موطأة هذه الإنعكاسات أو التصدي للإنعكاسات باعتبار أن هذه الأزمات ليست محدودة في الحدود الجغرافية ولا تعني دول بعينها بقدر ما أنها تحديات متمددة تحديات كذلك لها أثار على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد ما هي أهمية توحيد الجهود الآن لمواجهة هذه التعقيدات الأمنية في القرى الإفريقية سيما في منطقة الساحل يجب إعادة بلورة مثلما تفضلت استراتيجية جديدة ونظرة جديدة دكتور أنا في اعتقاد بأنه من الضرورة الملحة اليوم من خلال قراءة المعطيات وقراءة كذلك الأرقام وقراءة الواقع الموجودة على الأرض يتطلب بأن يكون هناك تحرك من أجل بلورة مقاربة إقليمية متكاملة مجموعة المقاربات التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة وإن كان في مضمونها وفي شكلها كذلك كانت لها أهداف تسعى إلى تخفيف من وطيرة نعكسات هذه الأزمات إلا أنها أخفقت نتاج محاولات الاختراق ونتاج محاولات الاستهداف بالإضافة كذلك إلى المؤثر الخارجي الذي كان يلعب دور رئيسي وأساسي فبالتالي اليوم نحن مطالبين في البحث على معادلة إقليمية متكاملة يتفاعل فيها الدول المؤثرة في المنطقة من أجل التصدي لهذه المحاولات محاولات إضعاف القراءة الأفريقية وربما كان لنا حديث في وقت سابق على الاتحاد الأفريقي وقلنا بأن هناك اختراق للاتحاد الأفريقي ومحاولة إضعاف هذا الاتحاد الذي أضحى يشكل تهديد من خلال أولا المشاريع التي يروج لها من خلال كذلك المقاربات التي يروج لها وبالتالي يتوجب اليوم أن نعزز دور الاتحاد الأفريقي أن نعزز دور كذلك مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ليطلع بأدواره وليواجه هذه التحديات من خلال منظومة وقائية متكاملة يتفاعل فيها الجميع ونحن ندرك حجم هذه الأزمات بدليل ربما هنا قد نتوقف عند الجولة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الجزائرية لعديد من الدول الإفريقية والتي لها أبعاد تصب في هذا المصر كيف هي خارطة الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب المختلفة الآن في المنطقة؟ شوف أولا مؤخرا كان هناك تقرير تحدث على ثلث مرتكازات أساسية المرتكاز الأول بأن هناك دول صنفات كدول بؤر للظاهرة الإرهابية ودول كذلك انتشار للظاهرة الإرهابية ودول مهددة بالحطر لو نقرأ هذه التصنيفات الثلاث والدول التي وضعت في تصنيفات هذه الثلاث بالدرجة الأولى هي كلها دول جوار للجزائر فبالتالي نحن نتحدث على خارطة انتشار جديدة للجماعات الإرهابية لما نقرأ كذلك من خلال السوداس الثاني من سنة 2020 وبداية الأسبوع الأولى من هذه السنة 2021 سوف نجد بأن نشاط الجماعات الإرهابية يمتد من غرب إفريقيا إلى غاية القرن الإفريقي بمعنى أن تساع دائرة انتشار الجماعات الإرهابية والهجمات التي سجلت هو بشكل يثير الانتباه ويثير كذلك القلق حينما نقرأها بمؤشر المنحنيات نجد بأن في السوداس الأول من سنة 2020 كان هناك تسجيل 1167 عملية إرهابية السوداس الثاني من 2020 والبداية الأسبوع الأولى من 2021 نتكلم على زيادة بأكثر من 25.7% من العمليات الإرهابية التي سجلت في السوداس الأول فبالتالي نتكلم على أكثر من ثلاثة عملية إرهابية مست المنطقة طيلة سنة 2020 وهذا كمؤشر مقلق على كافة المستويات لما نشوف كذلك الدول التي استهدفت والتي مستها هذه الهجمات سوف تعطينا قراءات مغرق لا هيك أن نقرأ المشهد بصورة أخرى بعد الصفقة التي أبرمت في شمال مالي من خلال تبادل أسرى مقابل إطلاق صراح إرهابيين ودفع كذلك في دياء رأينا بأن عدد الهجمات الإرهابية زاد بشكل قياسي وحجم هذه العملية كان مؤثر بشكل كبير جدا وعدد الضحايا كذلك كان ملحوظ في كثير من المناطق في النيجير كما نسجل بالمئات في نيجيريا نفس الشيء فبالتالي نتكلم على أنه اليوم انتقلنا من الحديث على عودة التهديد الإرهابي إلى الفعل الإرهابي في المنطقة بمؤشرات قياسية هذا واحد اثنين أنه كنا في نهاية 2017 وعلى غاية 2020 نتكلم على عودة المقاتلين من بؤر التوتر والأرقام التي كانت في تزايد مستمر إلى اليوم تهيكل هؤلاء المقاتلين الذي يعادوا في التشكيلات الإرهابية الموجودة في المنطقة وفي إطار التحالفات التي بنيت في المنطقة وبالتالي تفعيل إذن المخطط الذي يستهدف إلى بعث النشاط الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء من القرن الإفريقي إلى غرب إفريقيا وهذا في حذاته كذلك مؤشر آخر يمكن أن نقرأ من خلاله طبيعة التحديات والتصاعد في هذه التحديات وحجم التحديات لو نتكلم على الآثار الاقتصادية كذلك رح نتكلم على أرقام مقلقة فقط في 2020 يعني القرنة الإفريقية لوحدها خسرت من جراء هذه الظاهرة أكثر من 13 مليار دولار 12 مليار دولار لحالها فقط في منطقة الساحل خلال العشرية الأخيرة ووفق التقارير الصادرة نتكلم على 171 مليار دولار تقريب يعني 70 إلى 80% من الخسائر العالمية الاقتصاديا جراء انتشار الظاهرة الإرهابية هي موجودة في القرنة الإفريقية تحدث عن مؤشراتها ما دكتور سنتحدث عليها انعكاستها على الداخل وعلى الخارج بالنسبة لنا نحن كدولة كجزائر هل نحن بحاجة إلى رؤية استراتيجية أمنية جديدة ترتكز على التشخيص وتحديد المخاطر بالنظر إلى تغير هذه المخاطر خلال الفترة الأخيرة شوف دعيني أكون واقعي الاستراتيجية الأمنية المتبنات هي استراتيجية فعالة ومكنت الجزائر من أن تتجنب الكثير من السيناريوات وتمكنت الجزائر كذلك من تبني المقاراة التي باعتبار أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الفعل الاستباقي على الاستغلاء الأمثل للمعلومة على اليقظة الاستراتيجية على الجاهزية القتالية على الاستثمار في العنصر البشري على كذلك إدراك طبيعة التحديات ومن خلالها بناء وتحيين الخطط فبالتالي نحن نتكلم على استراتيجية من خلال عملية التقييم أو من خلال عملية القراءة بأنها استراتيجية إيجابية فعالة يمكن أن نقرأها من خلال حصيلة العملياتية للجيش الوطني الشابي فقط لـ 2020 والتي كانت هي حصيلة ضمن الحصائل التي سجلت في السيونوات السابقة بأنها إيجابية وبأنها ترقى بمستوى التحديات التي نواجه أننا اليوم حينما نرصد مثلا مثل الصفقة المشبوهة التي سجلت في المنطقة وبعد ذلك يتم إيقاف عناصر كانت متورطة في هذه الصفقة أو كانت من بين المستفيدين هذه الصفقة وحتى حجز كذلك أموال من عائدات هذه الصفقة فهذا يدل على المستوى العالي من الأداء الأمني على المستوى العالي من هذه الاستراتيجية وعلى المستوى العالي كذلك من متابعة تطورات الأحداث وإدراك انعكاساتها على الأمن الوطني لأن اليوم الجيش الوطني الشعبي والمنظومة الأمنية في إطار استراتيجيتها لا تفكر بالشكل التقليدي ولا تفكر بالمعادلة الأمنية المحظى بقدر ما أنها تفكر بمفهوم الأمن القومي للجزائر الذي يتعدى الحدود الوطنية وإنما يعني ارتباط مصالحنا الحيوية والاستراتيجية ومن هذا يمكن أن نقوم بعملية إسقاط أننا نحتاج اليوم إلى استراتيجية وطنية يتفاعل فيها كافة القطاعات والمجتمع الجزائري من أجل بناء منظومة يقظة وطنية نستطيع من خلالها أن نجابها هذه التحديات وأن نتصدى كذلك لطبيعة هذه التحديات التي تأخذ أبعاد مختلفة لأنه علينا أن لا نتحدث فقط على هذه التهديدات اللاتماثولية متعلقة بالإرهاب والجريم المنظمة وإنما هناك أبعاد أخرى كذلك للتحديات والمخاطر الأمنية التي تهدد الجزائر وتهدد كذلك المجتمع الجزائري هنا هو المطلوب لتعزيز أمننا وحماية استقرارنا عادة مسؤولية الدولة والجيش والأجهزة الأمنية أعتقد شوف دائما نتحدث على معادلة أساسية لكن هذه المعادلة الأساسية علينا أن نشتغل عليها وليس فقط أن نذكرها كحلوة لكن نتوقف تعزيز الجبهة الوطنية تعزيز الجبهة الاجتماعية كيف يتم تعزيز الجبهة الاجتماعية ليس فقط كلام وليس فقط إلقاء هذه المسؤولية على المواطن فرادة فرادة وإنما هو عمل جماعي يتم بتفاعل الجميع من خلال الحركة الجمعاوية من خلال النخب من خلال كذلك وسائل الأعلام من خلال الفاعلين من خلال كذلك مختلف القطاعات لن ننسى بأن جائحة كوفيد-19 لها مخلفاتها ولها أثرها في العالم بأكمله اقتصاديا نفسيا اجتماعيا لكن علينا أن ندرك في كيفية بناء هذا التفاعل حتى نستطيع أن نجاب هذه التحديات لذلك قلت علينا أن نؤسس لمنظومة اليقظة الاجتماعية التي نستطيع من خلالها أن نتصدى لهذه التحديات أن نواجه هذه التحديات وهذه المخطأ التي تستهدف المجتمع الجزائري ربما كانت لنا تجارب كثيرة واستطعنا أن نواجه هذه التجارب ونتصدى لهذه التجارب بفضل ماذا؟ أولا بفضل تلك المقاربة التي حيارت العالم ولا زال العمل عليها إلى اليوم من أجل تفكيكها أو من أجل تفكيك قواعدها وهي جيش أمة هذه المعادلة التي شكلت صخرة صلبة مكنت الجزائر من تصدي لكل محاولات الاختراق لكل محاولة استهداف المجتمع وبالتالي علينا اليوم أن نعمل على تعزيز هذه المقاربة وعلى كذلك سقط هذه المشاريع لأننا رأينا في أجل استهداف هذه المقاربة كان هناك تمويلات خارجية لمراكز دراسات بأحد دول الجوار من أجل بعث مجموعة من المشاريع والشعارات التي تستهدف الجبهة الوطنية وتستهدف كذلك المجتمع الجزائري نعم نربط بما يحدث مؤخرا لتطورات الأمنية في الجارة تونس مثلا كان هناك محاولة للاختراق في السابق كنا نتحدث عن أجندات خفية الدكتور الآن أصبحت الشفرة واضحة باعتقادي لأن ما حدث في الجارة تونس هناك محاولة لتقليب الشارع التونسي ما حدث بالأمس محاولة لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيد هناك أيضا هنا بالداخل لا يزال هناك قلق جراء القلاق التي توثرها بعض الأطراف هو التي تستهدف استقرار الجزائر وأمن مواطنها وتستخدم في ذلك أدوات ثقافية وسياسية لتحقيق أجندات هنا كيف نحصن هذا الوعي المجتمعي وهل هناك خطة لفضح نوايا هؤلاء أنا في اتقادي أول قواعد التحصين نعم هو أن ندرك في أي واقع نحن نعيش وأن نحدد طبيعة التحديات وبأن الحديث على التحديات والرهانات هو ليس تضخيم ولا تهويل ولا غيرها بقدر ما أنه تشخيص لواقع معاش ندركه جيدا ننظر إلى دول الجوار سوف نجد بأنه لا يوجد هناك جوار للجزائر مستقر هناك مفهوم الدولة الفاشلة يحيط بنا من كل الجوانب على مصار 6343 كم من الحدود الوطنية إذا تحدثنا على تونس التي تعيش مخاضات مركبة سياسية اقتصادية اجتماعية وكذلك لأمانيا نتحدث كذلك على ليبيا التي طيلت عشر سنوات لم تستطع إلى الغالة الآن أن تتخلص من المشاريع المتداخلة والمتصارعة في إطار تفكيك مفهوم الدولة في ليبيا إلى كذلك الواقع في نيجر اقتصاديا وحتى كذلك أمنيا إلى الواقع كذلك في مالي التي كل خمس سنوات تعيش مخاضات عسيرة سياسية واقتصادية وحتى كذلك أمنيا إلى كذلك تطورات المشهد في الصحراء الغربية والذي جعل المنطقة أمام سيناريو مفتوح أمام أولا الاعتداءات السافرة للمحتل المغربي أمام كذلك صمت المجتمع الدولي وغيرها كذلك إلى جار يكرش ترسانة إعلامية ليس في إطار ربط العلاقات الجوار وحسن الجوار وغيرها وإنما في إطار التصويق للأخبار المغلوطة والاستهداف وغير ذلك من الأمور فبالتالي نحن نتحدث على واقع نعيشه وندركه ونلمسه إلى أن أصل إلى النقطة الأساسية في بداية الألفية نعم روج إلى مشروع الشوق الأرش الكبير روج إلى الفوضى الخلاقة مع بداية العقد الثاني لمسنا هذا المشروع وتكرس هذا المشروع اليوم نحن نتكلم على استكمال محاور مشروع الشرق الأوسط الكبير حينما نتكلم على مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني يصل إلى المنطقة المغاربية فنحن نتكلم على استكمال هذا المشروع من المحيط إلى الخليج وأعلن صراحة الكيان الصهيوني وهذا خطير لأنه بعد ذلك حينما نتكلم على مضمون هذا المشروع هو التفكيك هو التفتيت وهو كذلك إعادة رسم خارطة سياسية جديدة في المنطقة فبالتالي نحن نتكلم على أن المنطقة بأكملها تواجه وتجابه مخاطر متعددة الأوجه على آليا حينما ندرك هذه الوقائع التي لا نختلف فيها لا من حيث الباحثين ولا من حيث المختصين ولا من حيث المؤسسات ولا من حيث كذلك المجتمع الذي يدرك ويتفاعل مع هذه التحديات آليا نطرح السؤال ما الذي يتوجب أن نفعل نعم نحن لا نتحدث عن الحروب وإن كان نحن نواجه حروب نواجه تحالفات ونواجه كذلك مؤامرات لكن يتوجب علينا آليا أن نسير في توحيد المجهودات أن يكون الصوت واحد وأن تكون الرؤية واحدة أننا وربما مصطلح جميل حينما نستمع الفريق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في عديد من الخطابات يتكلم على نكران الذات اليوم نحن اليوم الشعب الجزائري بمختلف مكونات مطالبين بين نكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية وبيعتقد أن الشعب الجزائري هو أهل الله لأنه حق نتطل أزماتنا قدمنا تجارب ولازمنا نقدم تجارب نموذجية وحتى كذلك في جائحة كوفيد-19 قدمنا نموذج جيد وعلينا أن نستغل هذه المحطات حتى نستثمر ونطور من قدراتنا وأن نعزز من جبهتنا الوطنية لنتصدى لهذه المحاولات التي تستهدف تقويض المنطقة الجزائر فائل في المنطقة وعامل استقرار للمنطقة فكلما كانت الجزائر عامل استقرار كلما كان هناك توازونات في هذه المنطقة وباعتقد أن الشعب الجزائري الذي حنكته الأزمات لم تعد تنطل عليه مؤامرات وحيل وسموم نفثت المسمومين الذين يريدون تسميم دولتنا سيد الدكتور أحمد ميزاب وزير كنت تحدثت عن الجولة التي قادت وزير شؤون خارجية إلى المنطقة بالأمس كانت له لقاء مع رئيس مجلس الرئاسي الليبي سيد فايزي السراج تحدث حول أوفاق حل الأزمة الليبية منذ البداية كانت الجزائر طرحت مسارا سياسيا سلميا لحل الأزمة قنعت منها أن الحوار هو الطريق الوحيد والسبيل تحدثت منذ قليل عن مصطلح المشاريع المتعددة التي أثبتت الآن فشلها في حل الأزمة الليبية ما أهمية الآن العودة إلى مسار الجزائر أولا ربما حينما نتحدث عن المسألة الليبية حتى لا نعود إلى تشخيص هذه الأزمة باعتبار أنها تأخذ مساحة كبيرة وربما تقودنا إلى الحديث على عدة محاور لكن دعيني أقول أنه كان هناك محاولة إبعاد الجزائر عن الملف الليبي كانت محاولات مقصودة لإبعاد الجزائر على الملف الليبي لأن هناك إدراك بأن الجزائر تقف ضد كل المشاريع الغير بريئة في ليبيا التي لا تهدف إلى بناء مفهوم الدولة في ليبيا أو إلى توحيد المجتمع الليبي أو إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا بقدر ما أن كل هذه المشاريع التي في عباراتها قد تكون جميلة لكن في مضامينها كانت تهدف إلى إنتاج دولة ضعيفة إلى تفكيك وحدة المجتمع الليبي إلى كذلك استهداف الوحدة الترابية للدولة الليبية وبدليل أن كل هذه المشاريع كانت تتحدث على مفهوم المحاصصة كانت تتحدث على مفهوم التقسيم الإقليم الأقليم عفوا كانت تتحدث على عدم الحفاظ على مفهوم السيادة في الدولة الليبية وهذه المشاريع تصطدم مع الموقف الجزائري الذي يبحث على دولة متماسكة باعتبار أنه امتداد حيوي أولا للأمن القومي الجزائري وامتداد حيوي لمفهوم المعادلة الأمنية استراتيجية بالنسبة للجزائر. آليا كان هذا محاولة الإبعاد أو محاولة التجاهل أو محاولة الإقصاء إن صحات تعبير اليوم ربما الأوداء في توقيت مهم وبدليل أنه حتى في انطار تقسيم المناصب السيادية وغير ذلك من الأمور التي تتم في الساعات الأخيرة استضم بواقع ماذا؟ بأن هناك عدم رضاء أولا عن نتاج الاجتماعات التي عقدت مؤخرا لأنها نتائج لا تصب في مصلحة ليبيا ولا في مصلحة المجتمع الليبي. بل أكثر من ذلك أن ما يحدث الآن هو محاولة إنتاج دولة تفرز أزمات في المنطقة ولا تفرز عنصر الاستقرار. لو يعود دور الجزائر يجب أن يكون هناك دور للجزائر يجب أن يكون هناك حضور للجزائر. أعتقد بأن هذه الجولة التي قادت وزير الشؤون الخارجية هي جولة مهمة في توقيت كذلك حساس وفي توقيت كذلك استثنائي يجب الجزائر أن تستعيد دورها في الملف الليبي ويجب أن تستعيد كذلك موقعها في الملف الليبي لأن الجزائر تمتلك الورقة الرابحة للجمع الأطراف الليبية. لا نقول ذلك إن شاء وإنما نقول ذلك إدراكا من حيث أن أولا يهمنا مصلحة ليبيا لأن استقرار ليبيا هو من استقرار الجزائر. وبدليل أن ما يحدث اليوم في تونس لا يمكن أن يدرس ولا يمكن أن يحلل بمعزل عن تطورات الأحداث في ليبيا. من الناحية السياسية ومن الناحية كذلك الأمنية. بل قد يكون هناك اللجوء إلى تفجير المنطقة أمنيا من خلال تفعيل الأداة الإرهابية لإعادة المنطقة إلى المربع الأول. فبالتالي علينا أن نستوعب ذلك وعلينا أن نتحرك في إطار ذلك. لأن لا ننسى هذه السنة كانت عشر سنوات على مرور أحداث الربيع العربي. عشر سنوات بمعنى كان فيه قراءة للمشهد وتقييم للمشهد من حيث ما حقق من المشاريع التي كانت تستهدف للتفكيك المنطقة وما تم من إخفاقات. وبالتالي قد يكون هناك إعادة تصويب لهذا المشروع. خاصة في ظل الإختراق الذي تشهده المنطقة. علينا أن نكون واعين بذلك وعلى الجزائر من خلال دبلوماسيتها من خلال مواقفها الثابتة. لأن مواقفها ليست مصلحية بمفهوم السلبي. وإنما مصلحتنا من النحية الإيجابية واستقرار المنطقة. نعم. في أخير فقط دكتور. بالنسبة لي حتى ما يحدث الآن من الاحتداء السافر للمغربي على أشقائنا الصحراويين. دعت الجزائر إلى ضرورة إطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع المغرب والبيلوزاريو بضرورة انخراط في الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة. أي ما هو المطلوب الآن من المنظومات الأممية لإعادة الأمور إلى نصابها؟ أنا في اعتقادي العنوان الأول على الأمم المتحدة أن تلتزم ب بدورها وبواجبها في نشر ثقافة الاستقرار والسلم والأمن الدوليين. ما يحدث اليوم أولا هو اعتداء على حق الشعب يناظل لأجل نيل حقه في تقرير المصير. وأن الشعب الصحراوي يعتقد وجه لسائل واضحة للمجتمع الدولي بأنه يرفض التلاعب بإرادته ولذلك أنا أعتقد بأن الأمم المتحدة عليها أن تتحرك في أقرب وقت من أجل إعادة الأمور إلى النصاب الحقيقي. في 12 ديسمبر 2019 دكتور أختين باق في عجالة وضعت الجزائر أحتابها على طريق الديمقراطية والتحول نحو الجزائر جديدة ومع ذلك لا نزال نشاهد تعنتها في بعض الأطراف في بعض الأراء الذين ينكرون أن الجزائر وصلت إلى بر الأمان ومن دون شكلها تأثير على الاستقرار السياسي. هل هناك ارتباط بين الحمل التي تستهدف الجزائر وبين التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا؟ أعتقد بأنه لا يمكن أن نفصل التطورات في المشهد الإقليمي على الواقع ما نشهده في الداخل بل الأول يؤثر في الثاني والثاني يؤثر في الأول. كلنا في المحصلة كلنا معنيون بالجزائر الجديدة كلنا علينا أن نغلب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على المصلحة المصالح الذاتية والمصالح الضيقة علينا أولا أن ننتقل بالجزائر إلى مرحلة الأمن والأمان والاستقرار وأن نضع القواعد الأساسية لبناء الجزائر التي يتفاعل فيها الجميع. شكرا جزيلا لك الخبير الأمنية الدكتور أحمد ميزار في قضايا الاستراتيجية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مستمعين إلى اللقاء.